الاتحاد بالزواج هو سر إلهي عظيم اقرأ رسالة بولوس إلى كنيسة أفسوس إصحاح 5 كيف شخصين أو طرفين يصبحان جسد واحد وهذا الاتحاد يشبه وحدة المسيح مع الكنيسة هو رأسنا ونحن جسده وهذا سر يعني مثل ما بيحكي عنه أو الكنيسة تقول عنه سر الزواج سر عظيم لكن كل طرف من الطرفين له كيانه له شخصيته وله دوره أيضا لإنجاح الزواج مكتوب أيتها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب ثم يقول للرجال أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها سفر الأمثال صحاح 30 بيتكلم عن ثلاثة يعني ثلاثة عجيبة واحد من هاي الأشياء الثلاثة طريق رجل بفتاة فعلا عشان توجد الفتاة الصحيحة تعتبر معجز اليوم معجزة كبيرة كبيرة إنك تجد الشخص المناسب أنا مش عاوز أكون سلبي كما قال أحدهم عشان تلاقي الفتاة المناسبة كأنك أنت ماشي في حق الألغام والله أعلم إذا أنت دست في المكان الخطأ لا لا أحبائي اللي بيتبع مشورة الرب وإرادة الرب الله بيقودك للقرار الصحيح كما فعل مع ابن إبراهيم إسحاق عندما وجد زوجاته الرب اللي قاد في هذا الموضوع هو سر عجيب أحبائي فعلا كما يقول الكتاب المقدس فإذا بتشوف المحبة وبتشوف الخضوع الخضوع هو وسيلة للحماية وللتوازن الاجتماعي في سلطة روحية وحتى يكون في هذا الزواج التكافؤ الكامل من ناحية نفسية من ناحية جسدية من ناحية اجتماعية ومن ناحية روحية أيضا اشتركوا في القناة